وإلى ليبيا تكتبع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 اليوم في جينيفة بهدف استناف المفاوضات وبحث منع تدفق المرتزق الأجانب والأسلحة إلى ليبيا ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة وأكدتا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في الثاني عشر من يناير الماضي وكذلك ضرورة الالتزام به